احنا سعداء بالإنجاز الكبير يعني عشر مداليات من أصل عشر نهائيات تحقيق علامة كاملة لأول مرة في تاريخ مشاركتنا في البطولة الانجاز ده شايفوا إزاي بالمنظر ده حصل وبالذات في التوقيت ده هي يعني الموضوع إيه إن دي البطولة إنجلتير مفتوحة دي من أعرق البطولات في العالم أو أعرقها يعني يعني إحنا مثلا بنروح البطولة دي من أربعين سنة تقريبا بنكسب بنكسب مراكز كتيرة أو الحمد لله على مدار السنين والأعوام والأجيال لكن الحياة المرة دي يعني ما شاء الله كان الولاد يعني في منتهى في أكبر حالات الرواقان إنهم يعملوا النتيجة العظيمة دي ده أنا بشوف إنه هو فيه سببين يعني أساسيين السبب الأولاني هو تواصل الأجيال الأجيال بتسلم بعضيها وبعدين نبرأتنين إن الغيرة بتاعت الأجيال يعني كل جيل رايح وعارف إن السنة اللي فاتت حصل النتائج كذا 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 فأنا عايز أحسن أنا عايز أحتفظ بالمركزة ده تحليل الشخصي يعني إنما حقيقة الولاد بيبزلوا جهد جامد جدا أولاد أمورهم بيبزلوا مجهود خرافي وأنا بشوف الأولاد أمور هم الأبطال الحقيقيين يعني لأنهم الحقيقة بيدوا أناية فائقة إلى جانب إنهم أسرة السكواش فيها حاجة يعني كده مخصوص أو يعني خاصة إنه الولاد لازم يبقوا بشاطرين في المدرسة وبشاطرين في السكواش دي حاجة مهمة يعني فده كل ده أنا برجعه للأسرة والأولياء الأمور أب والأم بيعملوا جهد كبير في الاتجاهين طب هل في تواصل طيب ما بين الاتحاد وما بين أولياء الأمور؟ أه جدا جدا وخناقات مش مشكلة طالما في الآخر بنجيب ميداليات دهب مش مشكلة لا خناقات بمعنى إيه؟ بمعنى إن الأب والأم دول اللي هم بيصرفوا بيدوا وقت ويدوا كل الجهد طبعا كل واحد بيبقى غيور على ابنه يعني فبتحصل غيرة بين الولاد وبعضيها وكلهم ولدنا يعني لكن في الآخر إحنا كاتحاد بنبقى وقفين على مسافة واحدة من الولاد فما بنقدرش إن إحنا فالإشكالات دي بتحصل غزبا عننا بس مقدور عليها يعني إحنا مش عايزينها تزيد عن كده يعني عايزينها تستمر إلى الصالح العام إن شاء الله